اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم انت استثنائي النهاردة حلقة استثنائية بجد ابراهيم واحمد النهاردة عملوا حلقة استثنائية بجد لو انت عروسة وانصحك ان انت يتيجي تعملي ستشن بتاعك هنا لو انت عايزة تغيري جو وتعملي ستشن اي حاجة جايبة في بستان جديد تعالي اعملي ستشن هنا فيه كمية حاجات وقلوان مبهجة جدا الحاجات دي مش هتصدقي معمولة ازاي معمولة من فردة والحاجات اللي احنا بنرميها في سنديق الكوميلا لو انت مهتم بالتاريخ فهنا موجود تمثال تتعام خامون وموجود تمثال ست وحاجات كتير جدا انيها علاقة بالتاريخ لو انت مهتم بالفنون والالوان ففيه حاجات والوان مبهجة جدا لو انت عايز اي حاجة تتماشى مع العطرة ففيه هنا كورونا فيروس يلا بينا نشوف الحلقة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكي ابرايم اهلا بكي ابرايم اعرفني بنفس دك وبشغلتك امرايم صلاح ابرايم انا سن 27 سنة هوية النحت فترة كبيرة يعني اعتبا من 6 سنين خلصت فترة الجيش والكلام ده فابتدت انا اميها وطورها عن طريق الانترنت والمتابعة والممارسة اشتغلت الخامة للجبسة اول حاجة كنت بيصمم مجسمات معينة في البيت وابتدى بيحها وعريضها على الناس معينة اشتغلت في هماكن كتير في مكاتب تبع الدكور بيصمم جداريات نحت ابتدت اضم مخيمات تانية زي الأسمنت والكلام ده فمالحمد لله انا على التطور والتمييز بقيت اضم افكار جديدة وفن جديد لها انا احمد حسين مؤسس فري فكرة المكان هنا ابتدت عندي من البيت ان انا كنت اعمل البيت عندي عامله وارشة وبحاول ان انا عيد فيد دوير المخلفات الكويتش والازايز والحاجات دي فمن هنا ابتدت معي الحكاية ان انا ليه ما اشوفش مكان واوسع الفكرة واشوف حدي بقى فكرته نفس كانت من فكرتي برضو ونساعد بعض ونبتد نعمل حاجة كويسة لحد ما ابتديت قدمت على مكان واخدته صادفت ابراهيم من خلال السوشال ميديا عجبني شغله ابتدنا ننضم البعض افكارنا كانت متشابهة شغلنا متشابه في كل حاجة فابتدنا نعمل شغل مع بعض لحد ما قاعدنا فكرنا احنا ممكن نعمل ايه نجذب بالمجتمع من خلال اعادة تدوير المخلفات والكوردة ونعمل حاجة تكون قيمة الناس تشوفها وتبقى مبسوطة بيها جدا طبيعيا فكيف فن الخوف بجتك من ايه الحمد الله يعني مع المتميز والتطور ابتدت اللي انا اضم فن انا امتابه على انتبنته عجبني جدا ومنتشر في العالم وفيه هنا رواد في مصر بيينفزوه بطريقة ولمسات ابداعية فحبيت اللي انا ما تكفيش اللي انا اقعرف فاتفرج عليه لا انا عايزة مارش انت دايما بتصور نفسك حتى انا اخذت بالي من الحاجات الاعمال اللي انت عاملها عامل كوبيد ناينتين اه وده فعلا برضو من خيامات الخوردة الفكرة كلها ضم فكرة عدت التدوير وبنفس الوقت الفن اللي هو فن الخوردة طب قولي ده مثلا ايه مكوناته او عامله ازاي او اخد وقتها ازاي الاشكال ممكن استخدم صاج وممكن استخدم سماويل لو حجم صغير ممكن ياخد من 10 او 15 يوم كاقصى حاجة وبيبقى بالضغط لان الحاجات دي بتبقى فاية تفاصيل ولازمة تطلع بشكل جويس طيب انا شفت هنا حاجات كتير منها حاجات فرعونية ايش معنا الحاجات الفرعونية اولا المكان بتاعنا بيقوم على عدت التدوير والخنات اللي هي بنعيد تدويرها فحبت نظهرها للمجتمع بتاعنا انا واحمد حسين ده صديق ليه او شريكي في المكان اللي لنا مكان خاص بعدت التدوير فحبينا ان احنا نظهر فن الخوردة بطريقة مسالية وقوية وفي نفس الوقت فكرة عدت التدوير لان هي شاملة الاثنين في بعض فكرنانا ان احنا ننفس حاجة للحضارة بتاعتنا وتكون مميزة فابتدينا بقط المصريني الكدامة وعملنا رقب كياسي الحمد لله يعني عمقى كان فيه قبال لي ومن الناس متقبل للموضوع ومرحبة وشيب ان فيه وسائل اعلامك كلمت عنه فعلا كان فيه السوشيال ومواكع التواصل كلها كانت مرحبة بالفكرة والحمد لله نفسنا حاجة رقب كياسي ارتفاع 6 متر ووزن وصل لنص طن جمعته من اشكال الدواير الورد التروس صاغ اي شكل كان دائم بالنسبة للوقت استغلينا انا واحمد حسين ان احنا نخلصه في وقت قياسي فقررنا ان احنا ننفذه بجهد ووقتي وخماتقه والعدة اللي معنا كانت صعبة ان احنا نخلصه في وقت قياسي قريب هو كان ياخد من فترة الشهرين لثلاث شهور وعدد القطع اللي فيه بس احنا خلصناه 30 يوم ده كان الرقم يعتبر قياسي بالنسبة للحاجة زي كده انا شوفته فيه تفاصيل كتير مهمين هو فعلا كان اصعب حاجة فيه التفاصيل اللي انا اوصل الستة متر النسب والتناسب وحوار التشريح للشكل بيبقى صعب نفس الوقت احاول بقدر الامكان اللي انا ارضي اغلب الازواء هو محدش صعب ان واحد يرضي الازواء كلها او التزوك الفني بس ان هو يوصل للنسبة حلوة كبيرا للناس كلها مرحبة بالموضوع والفكرة والشكل والنسب دي انا مبسوط جدا انا شايف ان المصطلحات بتاعتك يعني مبنية على حاجات علمية فاكيد فيه دراسة في الموضوع اكيد مش هواية بس هو فعلا الهواية انا مكتفتش فاكرة لغير ابتديت اتابع على انترنتي مواقع الكورساتي والاماكن دياتي فابتديت ادور على كورسات دراسات حرة من جميلة ازا مالك دي عاطب فيها فاكرة شوية مش كتير بس ما قدرتش اكمل لظروف الماديات وانا في نفس الوقت انا كنت لسه جاي من الصعيم من مينيا مالاوي وكنت لسه مكيم في الجيزة لسه كان الظروف مكادش مهيئة ان انت تتكلف المبالغ دي كلها بالظبط وكان التكلف علي نفس الوقت المشوار وكان وقت بس اي اكتفت بالممارسة واللي انا هتابع على السوشيال وفي نفس الوقت يكون عندي حس فني للحاجة دياتي انها مش مهنة بس او صنعة فب هالا الفكرة كانت نبعة من دراسة ولا موهبة لا هي ابتدت بموهبة وبعد كده دخلت في دراسة يعني انا في دراسة موقبتي ان انا بعيد التدوير بحاول ان انا بحب الدكورات جدا فابتدت من النقطة دي ان انا ابدأ افكر ان انا اعمل حاجة اكون الشارع اختلط بالشارع اختلط بالمجتمع لحد ما ابتدين انا وهو وعملنا القصة دي مع بعض بكلمة توقف موضوع التسويق والبيع والشرع طبعا الناس برضو الفترة اللي فادت قصة ان انت تعمل لهم حاجة من المخلفات او الخوردة مش مستوعبينها يعني السقافة دي موهودة في العالم كله بس لسه عندنا يعني بنبتدي الفترة اللي فادت شوفنا فعلا ان الناس بتادي تستخدم بقودش العربيات في الاسطح وفي البداية لما بنيجي ننفذ الحاجة دي في المكان بتاعنا لما بنيجي ننفذة في المكان بتاعنا هنا والناس تخش تتفرج على الحاجات اللي احنا بنعملها بس وانا شغال فيها بتوبة لسه مظهرتش فالناس بتيجي ببردود سلبية اللي هي انت بتعمل ايه بها هتستفدي يعني بعد ما تعمل الوط ده هتستفدي ايه العين المادي اللي هيعود عليك بس بعد ما النتيجة خلصت وظهر وحطناه في المكان واتعرض هي هي الناس اللي دخلت انتقدتني وكانت تعرضتها سلبية هي اول ناس دعمتك هي اول ناس فعلا اصورت جنب الشكل تقريبا نتكالب نقول مين اللي دعمك بقى مبديا او الفكري الحمدلله يعني احنا كان معانا اكتر من المشكلة بتواجهنا بس الحمدلله يعني وزارة التنمية المحلية التخلت ووفر لتنا مكان وانا بشكورها جدا للجهود والمكسفة اللي وفرو لنا فيها المكان وفي نفس الوقت ما جمناش ضرر كبير للشغلة والحاجات بتاعتنا ووفرو لنا وحيقولن بيئة معينة نقدر نعرض فيها منتجاتنا ودي انا مبسوط جدا بالخطوة دي ان بلدنا ابتدى تساعد الشباب وفي نفس الوقت الشغل ابتدى يظهر بالنور فانا الحمدلله يعني لحد كده مبسوط جدا وحابب ان انا كلية دور ولو بسيط ان انا اطور بلدنا وزارة وبسرعة مشرفة يعني نتمنى الاعمال بتاعت دي تتحطك مياديل تنضاف للبيئة بتاعتنا في المجتمع بتاعنا سواء في العماكن العمرانية الجديدة المدن الجديدة يعني التواصل اللي بتماعي فيه ناس كتير بتتواصل معنا من كلال المواقع التواصل زائد ان احنا لو في اي افنت بنحاول نشترك فيه حاس ان احنا بردو نحاول ان احنا نوصل الحاجة للناس كلها تلاقي منو عائد ولا بالنسبالكو بيبقى لست الليش بسا هقول الحددك على حاجة موضوع العائد يعني احنا تعبنا في موضوع العائد شوية لان الناس لسا ما بتوصل لها الفكرة بيبقى بردو لان الخامات والمتيريال دي كلها مقلف علينا اكيد طبعا فبيبقى الموضوع مش مستوعب اي انا هشتري الحاجة دي بالسعر ده صح لان اوما بالنسبالي القاضى عندي منو في البيت انا اخدو ليه بالتمن واحدة فهي الفكرة كلها ان احنا مش فكرة مادية بس نعم لازم الفكرة المادية عشان خطر نقدر نكمل هي حتة من تحقيق الزات اللي انت عايز بس اه الفكرة ان احنا نبتدي نشتغل على ثقافة الشعب شوية نبتدي نعمل ورش عمل نعلم الاسرة كاملة مش الاطفال بس لا انا ممكن هنا اعمل ورشة عمل للاسرة الام والاطفال والاب كمان معاهم ازاي يحاولوا المخلفات بتاعت البيت لحاجة مستغلة ان هما يستغلوها في البيت ازاي نستغل احنا عندنا ثقافة المصريين المخلفات والخردة دي فوق الاسطح كتير جدا في البلكونات كتير جدا احنا ليه ما نعملش من الحاجات دي حاجات شكلها كويس وفي نفس الوقت نستغلها تبقى خريطة عندنا في البيت شكلها جميل كده تبقى شعورك ازاي بيجي لك منو عائد ماذي ولا الموضوع الاستممي بالنسبة للتسويق الحاجات احنا بنعيد تدوير حاجات معينة صغيرة ننفع نبيعها للنيس اللي هي الطرابايز من الكوتش العربيات والكراسي موسيل السباكة بنحاولها لأباجرات هل تقبل الموضوع ده ولا لا هو فئة اماكن معينة فات وفات فئة متكببة موضوع ومرحبا انها تكون في البيت واسقا المنتج كويس ومعمول يدوي بقى هم حاجة للمنتج احنا بنعمله الحمد الله كويس وفي ناس بنحاول نطمعه في نفس الوقت بيجرب مرة فبيبتدي مرة في التانية يطلب مننا شغل تاني كمطاعم الكافيهات الاماكن ديتي هي المرحبة اكتر بالشغل ده ولمنتج انا شايف فيه حاجات معمولة زي دنفع لسيشن افراح واختوبة وكده هل بتسايا وعلى رئيس متقبلة الفكرة وبسيه تحجز ولا لسي الابرضو عينيس شغل بالنسبة للمكاننا لما ايما احنا بنحاول اي حاجة ملاش كيمة لعمل فني كل صديق البيئة او عمل بنقدر نستغله ونستخدمه في البيئة بتاعتنا يعني ممكن نستخدمه في البيت فوق السطوح عندنا بنستغلي الحاجات اللي هي في الطبيعة بتاعتنا اللي هي الببان الكراسي القديمة كوتش العربيات اي قطع الازايزي بلاستيك بتاع المية الحاجات دي في موجودة في كل بيت وموجودة على كل صفح اي حبينا نقول ان الحاجات دي اكيد انت محتاج حاجات مخلفات بيوت ومخلفات عربيات وحاجات دي انت زي بتجيب المتاجة اللي بتشغل بي هو بيبقى فيه طعب شهوية ان انا بابتجه للاماكن اني بتجمع الخردة والاماكن والاشكال دياتي بابتدي اختار الشكل اللي هقدر اهياءه والعمل فني يكون كويس وفي نفس الوقت مالوجش ضرر فيه وما يكلفنش اكتر في الديحان والتبعانات جيخامات معينة الحمد لله الفكرة بدأت انتشار فيه ناس مرحبة بالموضوع في المنطقة هنا بيجبولنا حاجات معينة زي ازايز المياه فيه ناس بتجمع هانا وبيقولون احنا نعمل اي فبنضطر نعمل فقرر لنا احمد هي مش موضوع اضطرار بس احنا قرر لنا احمد ان احنا نعمل ورش ورش تعاليم مثلا لان الموضوع ابتدي فيه جبال وترحب من الناس جدا فحنا قررنا ان احنا نعمل المكان هنا فيه جزء خاص بالورش نحنا نعلم الاطفال او البيئة او الاسرة كاملة زي الاطفال بهم امها والذهاب اماماتهم والمدارس هم يبقى عندهم استقافة بتاعت اعزة التدوير واللي يطلعوا يقن من الحياة بالضبط فقررنا خلينا جزء في المكان خاص بعادة التدوير والورش دي ان احنا نعلم الناس بورش وزي استغل الازازة اصري الزرع ممكن عمل فني فنوس الدكور هاي استعملي بعد كده انا الحمد الله اني باسعي النقطة كويسة واتمنى ان ربنا يوفاني فيها ان يكون المكان ده اول معرض واكبر معرض للمجسامات من الخردة من اعادة التدوير للحضارة بتاعتنا وفي نفس الوقت الافكار مميزة لدمج الماضي والحضر الماضي والحضر مع بعض ويتمنى ان المكان ده يكون اول معرض لفن الخردة بحجام كبيرة ومميزة للمصرين الجدام ان شاء الله بتوتيق ونسنع عنكم خبر كويس وان شاء الله تشركوا في احسن المعارض وفي عائد كويس ان شاء الله هتلاقوا الفترة اللي جاية حاجات قوية احنا عملين لها احنا خطتنا الفترة اللي جاية ان احنا نستهدف ميدين كتير في مصر نقدر نحولها لكتع فنية وفي نفس الوقت حاجة تبقى للشعب دعم للشعب ان هو يستغل المخلفات والكل ان شاء الله شكرا